السلام عليكم اليوم سنتحدث عن عنصر جديد من عنصر اللياقة البدنية وهو بادي كومبوزيشن يعني ايه بادي كومبوزيشن بادي كومبوزيشن هو نسبة مكونات الجسم من دهون وعضلات واجهزة عضوية وإلى آخره مع سنك ونوعك يعني ايه؟ يعني على حسب سنك ونوعك مفروض يكون عندك حجم عضلي معين ونسبة دهون معينة لو أقل من كده هتكون بتعاني من نحافة لو أكتر من كده هتكون بتعاني من أمراض سنة جميل طيب هنقيس الموضوع ده ازاي نقيس المكونات بتاعت الجسم دي ازاي زي ما كان فيه طرق بدقائية كده بتطلع لنا نسبة الدهون في الجسم بس مش بتطلع نسبة العضلات في الجسم دلوقتي فيه جهاز جميل جدا كده بتوقف عليه تلات دقائق فيه سنسرز لرجليك بتحط عليها رجليك وسنسرز بتحطها في ايديك وبتديله سنك وطولك ونوعك وهو بقى بيطلع لك المكونات التانية دي كلها مع وزنك الكل جميل في تلات دقائق بس بيطلع لك الكلام ده طيب اس للموضوع ده انا عرف ازاي بقى ازا كنت انا في النورمال رينج ولا محتاجة خصة لو محتاجة زيد لو مكنش الجهاز بتطلع لك انت محتاجة خصة قد ايه وتزيد قد ايه لانه معظم الاجهزة دي بتعمل كده هنعمل لك احنا في الكابشن فوق الارقام اللي المفروض يكون عليها النورمال رينج اللي المفروض يكون عليه عضلاتك ودهونك بالنسبة لسنك ونوعك طيب جميل انا عرفت بقى ان انا محتاجة زود عضلات او اخص دهون او الاتنين هزود عضلات ازاي وخص دهون ازاي ناخد بالنا بقى علشان تزيد عضلات او تخص دهون الاتنين اولا محتاجة تهتم باكلك لازم تزبط اكلك مع حد بيفهم يعمل لك دايت محترم لايق عليك يعني متفصل عليك انت وتمشي عليه فترة طويل جميل الحاجة التانية بقى اولا عشان تزود عضلات في التمرين محتاجة تهتمل حاجتين مهمين جدا اولا ان انت تشغل اكبر عدد ممكن من الانسجة العضلية الموجودة في العضلة ثانيا ان انت تعمل يعني ضخ دم عالي جدا في العضلة طيب الشرط الاولاني هيتحقق ازاي ان انا شغل انسجة عضلية كتير من العضلة بان انت تشيل وزن تقيل بس الوزن التقيل ده لو زاد عن حده قوي لدرجة ان انت يا دوب بتعمل بيت من 4 على 6 عدات مثلا زي ما اتكلمنا في السترينغ ان احنا علشان نزود القوة العضلية لازم نشيل وزن تقيل جدا عدد ريبيتشن زوئلية هيبقى في مشكلة ان انت هتضطر ان انت تريح فترة طويلة بعدها فالبلوت بومب الشرط التاني بقى مش هيتحقق لانه هيبقى هادي شوية انت محتاجت لما بتتمرن على الباور مثلا او السترينغ راحتك بتوصل لدقيقتين او ثلاثة بعديها طبعا ده بيقلل البلوت بومب في العضل ولو زودنا وركزنا على البلوت بومب الواحده فاحنا هنعمل ريبيتشن عليه قوي فده هيقلل لي الشرط الاولاني اللي هو ما شغلتش عدل انسجة كتيرة في العضلة فاعمل ايه اشتغل في المتوسط بقى اللي هو معظم الابحاث قالت من 8 الى 12 عدة من 8 الى 12 عدة هتحقق الشرطين مع بعض فحتزود الحجم العضل بتاعت طيب نحرق دهون ازاي هنعمل في التمرين نزود او نركز على الكارديو الكارديو يا جماعة مش بس اجهزة الكارديو التريدميل بقى والالابسكال والحاجات دي لا ممكن يكون تمرين بالويتس بس ما فيهوش رحات كتير في النص فانت قعد لك مثلا ساعة لربع او ساعة كاملة برحات قليلة جدا في النص فانت شغال على الكارديو بتاعك فانت عمل بتحرق من دهون الجسم دي الحاجات اللي هناخد بالنا منها في التمرين لكن نرجع تاني ونقول ان 80% من النتائج اللي انت منتظرها في تمرينك علشان تقلل الدهون او تزود العضلات متوقف على العكل ده البودي كومبوزيشن لوحد عند سؤال يبعت لنا واستنونا الفيديو الجاي مع عنصر جديد من عناسة للاقة البدنين سلام